السلام عليكم اخوتي خوتيتي مرحبا بكم على قناة الحميدي من خلال ان شاء الله هاد الحلقة غد نطرقو الى الدرس الاول اه من السنة الاولى من سلك الباكالوريا من سلك العلوم والتكنولوجيا في الدرس اللغوي اه الدرس وهو التمييز اذا ان شاء الله بحول الله الى تبعتوا معي من البداية حتى النهاية فا اه كان نقول لكم على انكم غد تفهموا اه ان شاء الله للدس ديالكم اه بيعني جيدا وغد تكونوا يعني استعديتوا الامتحان بما فيه الكفاية لكن الى تبعتوا معي من الول احتى الاخر اذا هناك مجموعة من الامتلاة سانطلق من المجموعة الاولى اذا اولا يملك الفلاح فدانا ارضا اه تانيا تصدق المحسن مدا قمحا المثال الثالث اكل الجائع رطلا عسلا المثال الرابع قال تعالى اني رأيت احد عشر كوكبا اذا اللحظوا معي المثال الاول يملك الفلاح فدانا ارضا اذا اللحظوا معي ارضا ارضا جاءت منصوبة ثم اذا جاءت منصوبة وهي تدل على التمييز والمميز وفدانا اذا ارضا فدانا فهو دال على المساحة اما المثال الثاني تصدق المحسن مدا قمحا اذا مدا فهو دال على الكيل اذا لاحظوا معي قمحا وارضا وعسلا وكوكبا اذا فقد جاءت منصوبة جاءت منصوبة اذا لنستنتج على ان التمييز يأتي منصوبا نعم المثال الثالث اكل الجائع رطلا عسلا رطلا دل على ماذا فانها تدل على الوزن اذا الوزن ديال العسل المثال الرابع قال تعالى اني رأيت احد عشر كوكبا كم رأيتها رأيت احد عشر كوكبا اذا فاحد عشر كوكبا فدال على العدد والتمييز وكوكبا اذا لاحظوا معي كما قلت سابقا اذا تمييز دائما يأتي منصوبا وهو اسم ناكرة فدانا ارضا لا نعرف اي ارض فمدا قمحا فهو كما قلت لكم فهو اسم ناكرة اذا يسمى هذا النوع من التمييز تمييز ملفوض او تمييز ذات لماذا سمي بالتمييز ملفوض اي لاننا نترفض به يعني كنتقو به كنتقو به مش هيك يعني كنلاحظه وانما كنتلفض به نعم سأنتقل الى المثال الخامس قال تعالى فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره اذا هنا التمييز هو خيرا اذا كما تلاحظون معي تمييز هنا جاء وخيرا اذا جاء منصوبا ايضا ثم ايضا شرا وجاء يعني منصوبا طبعا تلاحظوا معي هذا النوع من التمييز فهو يعني ليس دلل على المساحة ولا دلل على الكيل ولا يدل على الوزن ولا يدل على العدد وانما ما يشبه المقدار فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره ما يشبه المقدار هو ليس مقدالا وانما يشبه المقدار المثال السادس اشتريت قنطارا حطبا هنا ما يشبه الوزن ليس وزنا ليس وزنا كما أقول رطلا أو شيء من هذا القبيل وإنما قلنا قنطار حطبا إذن ما يشبه الوزن وخاءنا هذه الأمثلة لا تتقن في المثال الخامسة والمثال السادس ما عندكمش في الكتاب المدراسي لكن حبد أنكم تعرفوه في حالة ما أن تعطاكم إلا غير ذلك تكونوا عارفنوا إذن سأنتقل إلى المجموعة الثانية لكن قبل أن تقل إلى المجموعة الثانية سأعطي هنا حكم تمييز الذات جواز النصب دائما وقد يأتي مجرورا في حالة واحدة مثلا اشتريت مدا من القمح إذن من حرف جر فالإسم الذي يأتي بعدها يكون اسما مجرورا فبالتالي قلنا على أن التمييز هنا القمح جاءت مجرورا إذن إلا كان قبلها حرف جر مثلا بحال بي با مثلا بالقمح بي أو من أو في أو إلى أو على فهي حروف جر إذا الإسم الذي يكون مورها فكيكون إسم مجرور سأنتقل إلى المجموعة الثانية المجموعة الثانية فهي على الشكل التالي كفى بعقلك رادعا وفجرنا الأرض عيونا حسنا زيد أخلاقا قوي الرجل إيمانا إذن لحظوا معي إذن عقلت المجموعة الأولى قلنا على أن فيها التمييز إما أن يكون دالا على العدد أو الكيل أو المساحة أو الوزن أو ما يشبه المقدار أو ما يشبه الوزن هذه الأمثلة ما فيها لا وزن ما فيها لا كيل ما فيها لا يعني لا مساحة لا التحاجة وإنما وإنما جاءت جاءت يعني لتزيل يعني الأتمييز جاء ليزيل الغموض على الجملة ويسمى بالتمييز الملحوض أي أننا نلاحظه أي أننا نلاحظه ويسمى أيضا بتمييز النسبة تمييز النسبة بمن آخر إلا قالوا لكم تمييز النسبة فهو نفسه يعني تمييز الملحوض فقط يعني غالي اسم يختلف إذن كفى بعقلك رادعا وفجرنا الأرض عيونا أي أننا ميزنا الأرض على باقي الكواكب الأخرى كونها أننا فجرنا فيها العيون حسنا زيد أخلاقا أي ميزنا زيد على على باقي الزملاء أو باقي الأشخاص أو باقي التلاميذ كونه يعني يمتاز بالأخلاق قوي الرجل إيمانا إذن هذا النوع يسمى التمييز للملحوض سأنتقل إلى القواعد لأشرحه بشكل جيد إذن قاعدة التمييز اسم ناكرة ماشي معرفة كيجي دائما اسم وماشي فعل إنما يأتي اسم ناكرة يوضح كلمة مبهمة وحكمه النصب وهو نوعان كما قلت حكمه دائما النصب إلا في حالة واحدة التي قد يأتي فيها مجرورا كما سبق أن أشرت كما تلاحظون معي اشتريت مدا من القمحي هنا يأتي مجرورا إلا كانت قبل حرف جر فهو الإسم يأتي مجرورا وهو نوعان تمييز ملفوض أو ذات وهو أربعة أنواع هذا تمييز ملفوض أو ذات فيها أربعة الأنواع يعني إما يكون تمييز عدد أو الكيل أو المساحة أو الوزن بإمكانهم أنهم في المتحان إعطيكم إيتي بجملة تتضمن إسم ناكرة عفوا تتضمن التمييز ذات تمييز ذات فقط ويحبسو أو لا يقدر يقول لك إيتي بجملة تتضمن إسم تمييز عدد وانتغتك تعطي تمييز العدد من آخر تكون عارف الجملة وتكون عارف يعني التمييز كيفاش كي يجي وتكون عارف يعني الأنواع دياله اللي هي أربعة وتكون يعني عارف بأنه كان قسم الجوج تمييز ملفوض وتمييز يعني ملحوض عنا قد نشوفه إلى غير يعني ذلك إذن سأنتقل إلى النوع الثاني إذن النوع الثاني وهو تمييز ملحوض أو نسبة تمييز ملحوض أو نسبة وهو ما جاء مفسرا لجملة مبهمة النسبة يكون المميز فيها ملحوضا نلاحظه كما شتمعي في المجموعة يعني المجموعة التانية مجموعة التانية كما جاء هنا إذن سأنتقل إلى التطبيقات إذن استخرج التمييز واذكر نوعه في الأمثلة التالية امتلأ الإناء ماء قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا ثالثا زرعت فدانا قمحا رابعا معي ستة وعشرون قلما خمسا ازدهرت المغرب حضارة إذن أتمنى على أن الإجابة نلقها في الأسفل إلا كانت الإجابة صحيحة فأنا غد نعيني نجوب وإلا كانت خاطئة سنقول لكم فين هو الخطأ إذن زملائي عزائي أضرب لكم إلى حلاقة القادمة إن شاء الله